قمت قوة الشرطة التابعة على الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية بومرداس رفقة مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات للولاية بمداهمة مذبح غير معتمد ببلدية خميس الخشنة تم فيه معاينة وجود أكياس بلاستيكية مملوءة بها كمية معتبرة من الدجاج مذبوح بدون شهادة طبية كان موجه للبيع والاستهلاك الكمية قدرت بألفين وخمسمائة طير بوزن يفوق أربعة طن بعدها تم مباشرة تحريات في القضية حيث تبين أنه ملك لأربعين ينحدر من بلدية خميس الخشنة كان يمارس نشاطه دون سجل انتجاري وكذا عدم حصوله على اعتماد من المصالح البيطرية للولاية بعد تقدم المصالح البيطرية تم تأكيد عدم احترام شروط النظافة وكذا إن عدم شهادة طبية موجهة للذبح ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة شكرا شكرا شكرا